عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمهام المجلس وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية ووقف الاجتماع بحضور نائبي رئيس المجلس الدكتور عبدالله أبو الغيث والمهندس وحي أمان وعدد من عضاء المجلس أمام نتائج لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بهيئتي رئاستي مجلسي النواب والشورى وما تأخذ عنه من نتائج مهمة واشادت هيئة رئاسة المجلس بجهود القيادة السياسية في مواجهة الغطرسة العنصرية الاستعلاء السلالي للحوثيين وحلفائهم الإيرانيون وما تسبب به من كوارث للشعب اليمني وناقش الاجتماع عمل هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة في الفترة بين الدورتين مؤكدا على أهمية العمل وفقا لخطة المجلس وأولوية المرحلة التي تعزز تكامل الجهود لهزيمة الانقلاب الحوثي والسعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية ووحدتها وأمنها واستقرارها وتخفيف معاناة المواطنين موسيقى موسيقى